السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد في درس اليوم سنشرح فكرة او فلسفة الريست فولد اي بي اي وسنشرح ايضا ما هو الاي بي اي ولماذا نحتاجه قبل ذلك اريد ان انبهكم ان الشيء المتعلق بالاي بي اي الذي يعني كيف جعلنا من تطبيقنا هذا يقوم بالتعامل مع او يكون عبارة عن خدمة ويب هذا بكل بساطة عن طريق استخدام هذه الديبندنسي هنا والتي هي سبرينج بوت ستارتر ويب هذه الديبندنسي هي التي جعلت من تطبيقنا او اعطته امكانيات ان يكون ريست فول اي بي اي حسنا الان ما هي الاي بي اي الاي بي اي هو اختصار لابليكيشن بروغرامي انترفيس لماذا نحتاجها مثال بسيط وسأريكم لماذا نحتاجها عندما ترون تطبيقات مثل فيسبوك تويتر انستغرام والعديد من التطبيقات الاخرى سنأخذ مثال فيسبوك على سبيل المثال فيسبوك يوفر لك العاب ويوفر لك في نفس الوقت التطبيقات مثلا نقول تطبيق او لعبة عادية تعطيك مجموعة من الاسئلة وفي الاخير تعطيك نتيجة او تعطيك يعني تصنيف على ما اظن ان الفكرة واضحة لان هذه التطبيقات مشهورة يعطيك مجموعة من الاسئلة وفي الاخير يعطيك نتيجة وعندما يعطيك النتيجة يقول لك قم بالمشاركة فيقوم بمشاركة تلك النتيجة على صفحتك إذن التطبيقات كثيرة وعديدة ويمكنك حتى أنت أن تقوم بعمل مثل تلك التطبيقات فليست فيسبوك ما قامت بعملها وليس لديك الكود سورس الخاص بفيسبوك فكيف يمكنك أن نشر من تطبيق خارجي هنا يأتي الـ API ففيسبوك توفر لنا API كما ترون إذا ذهبتم إلى جوجل وبحثتم عن ستجدون أنها توفر لكم API والعديد من الخواص لاستعمال API وتوثيق لاستخدام ذلك API فمثلا يمكنكم الاستعلام عن جميع منشوراتكم يمكنكم حف المنشورات يمكنكم مثلا أن تفعلوا أي شيء يمكنكم أن تفعلوه على فيسبوك فقط الشيء المميز هو أن API يعطيك نتائج عبارة عن معلومات أو قيم فهو لا يعطيك مثلا صفحة عندما تقوم بالاستعلام عن منشور فهو لن يرسل لك يعني رابط المنشور فهو سيرسل لك المعلومات الموجودة داخل المنشور فمثلا يرسل لك يعني رابط المنشور يعني يعطيك لها الرابط الخاص به ويعطيك ما تقمت بنشر ذلك المنشور والمحتوية الموجودة داخلها كم عدد اللايكات وكم عدد المشاركات وتلك الأشياء يعني يعطيك معلومات ولا يعطيك صورة أو لا يعطيك نتيجة تستهلكها يعني يعطيها كعبارة عن معلومات هذا يعني تصوره عبارة عن معلومات فقط دعونا نأخذ مثال آخر هناك الكثير من التطبيقات الموجودة مثلا تطبيق اوبر تطبيق اوبر وهو لسيارات الأجرة تطبيق اوبر يستخدم يستخدم خرائط فيعني الخرائط التي يستخدمها هي خرائط جوجل الشركة يعني بدأت بشكل صغير جدا وليس لديها يعني امكانيات لتحمل تكلفة انها تقوم برسم كل تلك الخرائط ويعني لماذا تقوم بهذا الشيء مدام انه يوجد خرائط فبالتالي يستخدمون الجوجل اي بي اي الجوجل مابس اي بي اي يستخدمونها مباشرة في تطبيقهم حيث يوفر لهم آآ يعني ليس مجانا يوفر لهم عن طريق ان يدفعوا مبلغ فيوفر لهم المعلومات التي يريدونها من صور للخرائط للاماكين للدول التي يوفرها العديل ما اشياء اخرى هذه هي فكرة الاي بي اي يعني يمكنك ان تتصورها انها طريقة للتخاطب بين المبرمجين او بين البرامج فمثلا الجوجل مابس اي بي اي تم عمله بلغة برمجة دعونا يعني نفترض ليس سهيحي نفترض انه تم عمله ببرمجة سي بلاس بلاس يعني اخذتها من هنا يعني مثلا ان نقول انه تم عمله بسي بلاس بلاس وانت لديك يعني تعرف لغة الكوتلين وتريد عمل تطبيق للاندرويد وفيه يعني يستخدم تلك الخرائط فستستخدم ذلك الاي بي اي الخاص بالجوجل ماب وانت بستخدم يعني لغة الكوتلين فما هي الا طريقة للتخاطب بين البرامج وفي الاخير النتيجة انت تظهرها للمستخدم عن طريق كوتلين فانت النتيجة التي تتلقاها من الجوجل اي بي اي هي عبارة عن معلومات فقط المستخدم يعني سيراها بشكل معقد يعني سيراها انها لا تصلح لكن عندما تقوم انت بعرضها بشكل مناسب ستصبح اه قابلة للقراءة وقابلة الاستفادة منها بشكل منطقي اه اما الريست اي بي اي يعني هو طريق يعني هو نوع من انواع خدمات الويب توجد اه توجد العديد منها مثلا السوب والريست ويعديد من الانواع الاخرى التي لا اعرفها لكن الريست هو اشهرهم ويعطيك نتيجة بشكل منسق جدا فهو يعطيك النتيجة او الرد عندما تقوم بالطالب شيء محدد او عندما تقوم بعمل الريكوست فهو سيعطيك الرد اما على شكل جيسون او على شكل اكسامل او على شكل صيغة نصية وهذه الصيغة مشهورة جدا في الوسط البرمجي ويوجد الكثير من المكتبات في جميع اللغات لتعامل معها بالتالي اصبحت اه مشهورة جدا ويمكنك استخدمها انت يمكنك ان تقوم بارسال يعني اه تقوم بارسال طالب عن طريق الطالب يكون محتوى اما جيسون او اكسامل او تاكست كما قلت لكم والرد يكون اما على هذه الاشكال الثلاثة هذه هي فكرة الاكس او فكرة الريست اي بي اي والاي بي اي بي شكل عام الشيء الذي سنقوم بعمله نحن ايضا هو خدمة ويب رست فول ويب سيرفيس ستقوم بالعديد من العمليات والتي اه اساسا هي عملية الاضافة والحاثف والتعديل والبحث هذه هي كل اشياء التي سيقوم بها الى هنا انتهي دست اليوم اتمنى ان يكون اعجبكم ونلقاكم في الدست القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة